موسيقى تعالوا نبدأ جولتنا في الصحف العالمية بصحيفة أسبانيا تحديدا صحيفة ماركة الأسبانية فكزت الصحيفة أكيد على فوز منتخب أسبانيا أمام منتخب كوزوفو 2-0 وكمان خسارة المنتخب السويدي أمام منتخب اليونان 2-1 كل ده طبعا فيه تصفيات كاس العالم المؤهلة لكاس العالم 20-22 وكتبت الجريدة التأهل في أيدينا كما تحدثت عن نجم ريال مدريد الجديد زي ما شفنا مع حضراتكم إدواردو كامافينجا وكتبت كامافينجا ليس من أجل المال بل من أجل اللعب لريال مدريد ده طبعا تعليقا على وصول اللعب الفرنسي وانضمامه إلى ريال مدريد لسه في أسبانيا مع جريدة إسبورت واللي ركزت على كمان فوز منتخب أسبانيا على منتخب كوزوفو وهزيمة منتخب السويد أمام المنتخب اليوناني وكتبت خطوة عملاقة طبعا خطوة عملاقة للوصول للمونديال منتخب أسبانيا من الفرق القوية جدا وأكيد المرشحة بس مش الوصول لكاس العالم لكن كمان لتحقيق اللقب العالم لسه في أسبانيا مع جريدة إيس الأسبانية ركزت الصحيفة على فوز منتخب الأسباني طبعا على كوزوفو 2 وطبعا يعني هزيمة منافسه على مستوى المجموعة طبعا منتخب السويدي حضراتكم عارفين هو المنافس لأسبانيا وهزيمته من اليوناني 2-1 وكتبت فوز مزدوج تحدثت عن عودة كمان أنطونيو كريزمان لأتلاتكو مدريد وكتبت كان يريد العودة نعم ونعم ده تأكيدا على يمكن سعادة كريزمان لعودته لأتلاتكو مدريد طيب من أسبانيا تعالوا نروح لفرنسا تحديدا صحيفة الكيب الفرنسية اللي ركزت على قرار رابطة الدور الفرنسي بالشأن طبعا إقاف لقاء نيس وأولمبيك مارسيل وكتبت إعادة إلى اللقاء حضراتكم عارفين يمكن كان فيه شغب في هذه المباراة ويمكن تحدي الفرنسي أو رابطة الأندلة الفرنسية قالت أن المباراة ستعاد مرة أخرى وكمان كتبت عن منتخب فرنسا الأول لكورة القدم وقالت طبعا برفقة من فيه يكون أفضل حضراتكم عارفين طبعا بيبي كان غايب للإصابة لكن طبعا بيبي طبعا إضافة لأي فريق وخاصة على مستوى المنتخب الفرنسي طيب من فرنسا تعالوا نروح لإيطاليا تحديدا جريدة كوريد الاسبورت اللي ركزت على لقاء نابولي وليوبينتوس لقاء نابولي وليوبينتوس ده اللقاء القادم في الدوري الإيطالي وكتبت افتح السماء يعني كما اهتمت طبعا بفوز أكيد منتخب إيطاليا كمان على منتخب ليتيونيا في تصفيات كاس العالم 2022 وتقلق اللاعبين الشباب وكتبت قبلة الأطفال قبلة الأطفال طبعا ده طبعا يعني لفظ ظريف جدا على هذا الفوز الكبير ولكن زي ما حضراتكم عارفينه وهم تابعين أن المنتخب الإيطالي يمكن ليه حقق يعني 36 مباراة على التوالي بدون هزيمة دي كانت يمكن الرقم القياسي الأول لغاية لوقتي على مستوى تاريخ المنتخب الإيطالي كمان الصحيفة اهتمت بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتبت كريستيانو رونالدو الأسد في القفص يعني طبعا كلها عبارات عبارات جميلة جدا كمان الصحيفة ركزت يعني نروح لإنجلترا آسف ونروح لصن الإنجليزية أكيد تعادل منتخب إنجلترا أمام منتخب بولندا في تصفيات كاس العالم كان ليه تعليقات كتيرة جدا وأصداء كبيرة جدا على مستوى إنجلترا كتبت هذه الجريدة إنجلترا يعني فيه تعاني فيه اللحظات الأخيرة أمام بولندا حضراتكم عارفين إنه كان يمكن فوز المنتخب آل الإنجليزي وفي اللحظات الأخيرة بيتعادل آل منتخب البولندي أمام إنجلترا وبالتالي طبعا كان يمكن تعادل المخايف للأمان نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع محاضراتكم في المحترف محاضراتكم في المحترفة ترجمة نانسي قنقر